اهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قضايا وأحداث حلقة النهاردة نتكلم فيها عن حالات إنسانية محتاجة مساعدة بس قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة عندنا قضية كنا نتكلمنا فيها من حلقتين فاتم عن سيدة في محافظة المنوفية والأخص مركز الشهداء سيدة دي تعد عليها بعض الأشخاص بالضرب وشفنا في الحلقة أهنوها وعملوا لها عاية مستديمة وطردوها من بيتها وأثروا فيها لكن للأسف بعد ما رفعت القضية ولسه ماشيين في القضية والتحقيقات ما زالت التهديدات مستمرة سيدة دي مش عارفة تعيش في بلدها كرشوها من بلدها وعايشة مع والدها وبرضو التهديدات مستمرة أنا يريد بالناشد المسؤولين من داخل محافظة المنوفية إن هو يحمي السيدة دي الست دي مش عارفة تعيش فمن هنا أضم صوت الصوت الست دي يريد الأمن والأمان الست دي كل اللي طلبها لنهم يحموها رأى هي لجأت للقضاء وهي لا حول الله ولا قوة مش عارفة تعمل حاجة فلجأت للقضاء فمستنين الأمن يريد والسادة المسؤولين المدام صابرين من مركز الشهدى محافظة المنوفية كل اللي محتاجاه الأمن دلوقتي هنخش في تفاصيل الحلقة ومعانا تقرير عن حالة إنسانية تعالوا بينا نشوف التقرير ونرجع نتكلم عن التفاصيل النهاردة عام منافع رجل حاجز وطبعا يعني تعب من حكاية الأطباء وتعب من حكاية المصاريف هنشوف دلوقتي حكاية عام منافع انا اسمي نفع السعد حسين وشوريس نصر عفش انا عادت في الشارع أربع سنين عالب هدلوني وضربوني وترمت في الشارع وعانيت من الكلا وكان عندي جلطة فرجلي لحد ما قدت اللي أنا أقطحها لأن ما فيش حد بيسعيدني اللي أنا عامل عملية بخمسة وتمانين ألف جنيه والحمد لله ربنا كرمني والحمد لله عملت العملية وقطعت رجلي وبحمد ربنا سبحانه وتعالى أني يعني مديني السحة اللي أنا عادر أشتغل أقدر مثلا أعمل أي حاجة أجيب مصاريف في الأكل والشرب والحمد لله وفضل ربنا سبحانه وتعالى العميد حمد طبعا أخذ لي قوضة يدفع لي إيجارها وهو اللي بيسعيدني هو وناس الثانية أنا جات من الأول لحاجة تعبتي منها فكنت بتعالج في القصر يعني منها فرجلي ورمت فرجلي ورمت وطبعا دكتور بتعالى 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 بس كده فقال لي لأ حاولت لعوايات دموية دكتور طبعا بقال لك اشتباه في جلطة رحت عملت الشعاليات الجلطة بها لأربعة شهور في رجلي فقدوني علاج وبتاع ما هي تاخد في علاج في علاج في علاج لحد ما ربنا أقربنا رحت ناسي يعني جيوم ساعدوني تاني وعملت إشعاعات عملت أربع عمليات كنت كل يوم اتنين عنزل عملية قسطرة وبتاع لحد ما يجيهم في الآخر قال لك لا ده الغرغرين وصلت لحد فين قبل الرجبة كده لازم تتعمل فور رجبة عملت العملية فأنا طبعا بان يعني بيجيني شغل أنا أعملها بتاع عنزل أجيب حاجة فالكرسي طبعا أنا قاعد عليه دوت مش السكر عندي بينزل فأنا مش مجهود فالكرسي الكهرام هو اللي بيساعدني مثلا هروح هنا هروح هنا لأن ما فيش حد بيوديني ولا حد بيجي ولا حد بيجي مثلا يعمل لي حاجة ولا أكل لقمة ولا أكل ولا أي حاجة أنت عايش الوحدة آه عايش الوحدة بقى لدي الوقت الست سنين أنا طالب من ربنا سبحانه وتعالى أي حد يساعدني بكورسي بالكهرباء أو متسكلم عواكين طبعا بعد الحكاية اللي سمعنا دي ولا تقول لهم أفا ولا تنهرهما وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرة لأن دعوة الوالدين هي اللي بتنجيك عزيزي المشاهدين كان معكم والشعبان برنامج قضايا واحداث ورجعنا لكم بعد التقرير وزي ما شفنا رجل بدور على الأكل عيشه بعد مولاده سابوه ورموه محدش بايس قال عنه ما يقسي وبيحمد ربنا أن رجله قطعت يعني بالرغم من أنه حصلت له جلطة في رجله ورجله قطعت إلا أنه هو صابر وبيحمد ربنا على اللي هو فيه هو محتاج مساعدة بسيطة محتاج كرسي بالكهرباء أنه هو يساعده يقدر يروح لشغله يقدر يدور على الأكل عيش ويدور على شغل فيريت كل اللي شاف الحالة هيشوف دلوقتي معنا رقم التواصل مع الحالة نفسها اللي محتاج مساعدة لو كل واحد قدر أنه هو لو يطلع عشر جنيه من مصريفه لو هنعتبرها أن هي نص نص تمن علبة سجاير ويساعده احنا مش بنجبر حد أنه هو يساعده لكن لو كل واحد قدر يديله عشر جنيه كام واحد هيقدر يحله مشكلته هنيقدر نساعده أنه هو يدور على الأكل عيشه هو ما بيقولش حاجة ليلا مش بيقول حد يأكلني ولا يشرطني لكن هو محتاج حاجة تساعده أنه هو لو بيروحها للكرسي ما بيلاقيش حد يزوقه أنه هو يروح الشغل فمحتاج كرسي كهرباء أو متسكل معواكي احنا مش طالبين مش هنقول متسكل عشان ما نتقالش على الناس لكن لو فيه كرسي كهرباء أن الناس تقدر تساعده بيه أو حد يتكفل الموضوع حد من المسئوليين حد من التضامن الوزارة التضامن الاجتماعي أنه هو قدر يساعده يدوله كرسي متحرك أنه هو يقدر يروح شغله ويرجع راجل زي ده قاعد في بيته لوحده بيخدم نفسه ربنا مقويه أنه هو يقدر يأكل بعرق جبينه لقمة أكل عيشه لكن محتاج كرسي فيريت كل الناس أو كل اللي تشوف حلقاتنا النهاردة يقدر يساعد ولو بجزء بسيط مع الحالة نفسها والتواصل مع الحالة مش هيتواصل مع حد تاني لكن التواصل بيكون مع الحالة مباشرة وزي ما شفنا احنا كنا في الحلقات اللي فاتت فيه حالات إنسانية كتير فيه منها اللي ربنا قدرنا وقدرنا نساعده في حاجة وفيه اللي ما قدرناش نعمل حاجة فيريت يساعد أي حاجة له الأجر والسواب عند الله حاجات إنسانية تبقى زي ما قلت تبقى بالنسبة للناس أحلام كبيرة جدا أو مستحيل تحقيقها لكن بعض الناس بيكون بالنسبة لهم هو شيء نهيل فيريت مساعدات بسيطة كل اللي محتاجينه إنه هو ممكن جزء بسيط لو هتوفره من مصروفك هتوفره من مرتبك هتوفره من دخلك هيساعد ناس كتير قوي حالات إنسانية زي ما احنا شفناها بسيطة كده ممكن بتغير حياته جزء بسيط ينقذ حياة فيريت الناس كلها تقدر نتكاتف ونقف جنب بعض عشان نساعد بعض اللي معاه يشيل اللي ما معهوش ونساعد بعض ونكون إيد واحدة يريت كل اللي يتفرج أنا بناشد وبكرر مرة ومية ومليون لكل الناس بمبلغ بسيط تقدر توقف جنب الحالات دي وتساعدها لو عملنا كده أو كل بلد شافت الحالة اللي فيها الأقربون أولى بالمعروف زي ما بنقول والحالة اللي في قلب البلد نشيل بعضنا طيب معنا تقرير تاني نطلع نشوفه ونرجع للتاني أنا والدة بيرلا دلوقتي عمرها سنة من يوم ما تولدت اليوم بتاع الولادة أنا لاحظت أنها حركت رجلها هي مرة واحدة بس من بعدها رجلها ما تحركتش تاني لحد دم تمت أربع شهور ولاحظت أن هي حركتها كلها بدأت تضعف توجهت بيها لدى كترة مخ وأعصاب قالوا لي أن هي شكين في مرض نادر اسم ويردنج هوفمن قالوا لي أن المرض ده مميت يعني لو ما تلحقتش وخدت العلاج بتاعها عمرها هيكون قصير ممكن ما تلحقش نهاية تتعدى السنتين بدأت أن أنا أحاول في كذا اتجاه طب أي علاج طب مقويات مش عارفة إيه ما فيش حاولت معيها أخدت كل الأدوية مقوية للأعصاب والعضلات ما فيش فايدة كانوا أيلين لأنها تتعرض للتهابات رقوية كتير ودوت اللي هيخليها هتيجي في مرحلة مش هتقدر إنها تتنفس طبيعي وللأسف دوت اللي حصل بيرلا دلوقتي ما بقتش ولا تحرك إيد ولا تحرك رجل ولا تحرك أي حاجة هي كل اللي بيتحرك فيها عنيها بس مرقبة اللي رايح واللي جاي بس ما فيش أي حاجة تانية فيها بتتحرك أنا تواصلت مع أكبر دكتورة مخو أعصاب في مصر قلت لي إن دي علاج بيرلا الوحيد حقنا دي بتتجاب من أمريكا بتتاخذ وريد عادي مرة واحدة في العمر بس للأسف المشكلة مش علشان مثلا حقنا سعجها غالي أو حاجة نحكم على طفلة بالموت بيرلا لو ما خدتش الحقنا دي مش هتعيش معنا القيا دي علاجها الوحيد ورجعنا لكم بعد التقرير وزي ما شفنا دي طفلة برضو محتاج علاج يعني كل اللي الناس بتشوفه كل معظم الحالات اللي بنشوفها إن هم كل اللي محتاجينه علاج دوة إن هم يقدروا يكملوا حياتهم طفلة زي دي مولودة من يوم ما ما تولدت وهي حالتها زي دي محتاجة حقنا محتاجة مساعدة مالية تتبرع ولو بجنيه إنك تقدر تساعد غيرك ممكن دي يكون تبرعك ده سبب في حياة بناء آدم وحياة شخص واللي بيعمل حاجة ربنا أكيد ما بيسبهوش ده اختبار أو تجارة مع ربنا أنت بتاجر مع ربنا لما بتساهم في شفاء حالة أو بتساهم في مساعدة حد أكيد ربنا مش هينسى حاجة زي دي اللي بتديله تقدم ليه جنيه النهاردة لشخص ربنا بيردهوه لك عشرة والله يضاعف لمن يشاء بيتردلك في صورة تانية صورة أنه بيشيل عنك البلاء بيشيل عنك لقدر الله ليك طفل تعبان فربنا بيشيله ربنا بيقدر كل واحد على فعل الخير وزي ما شفنا الرقم اللي على الشاشة دلوقتي الرقم بتاع الحالة الأولانية اللي كنا عاملينها بتاع الحاج اللي هو محتاج كرسي كهرباء الحاج اللي هو يدور على كرسي كهرباء أو بيدور على أي حد يساعده عشان يجيب كرسي إنه هو يدور على أكل عيشه جارية اللي يقدر يساعده الرقم موجود على الشاشة دلوقتي والتواصل معاه شخصيا ويقدر يقدم له أي حاجة نتمنى من الله إن الكل يساعد حالات كتير والناس المحترمين كتير وأكتر وزي ما انتم شايفين الرقم بتاع التواصل على الشاشة والحالة قدامكم على الطبيعة وشفتوها وشفتوا اللي هو محتاجه الصورة موجودة دلوقتي قدامنا على الشاشة تعال حاج محتاج من مساعدة فارد نتكاتف ونقف جنب بعض ونساعد يبقى أيد واحدة ده اللي قدر أقوله وكرر مرة ومليون كل اللي نقدر عليه إن احنا نساعد وتواصل واللي مش هيقدر يتواصل مع الحالة فيه رقم للبرنامج وهنوصله برضه بنفسه يتأكد يعني احنا ما بناخدش مساعدات من حد احنا البرنامج ما بياخدش جنيه يوصله بنفسه لا احنا بناخد الحالة نوصلها بنفسها ناخد اللي عايز يساهم بنوصله لحالة يتأكد ويسأل ويشوف بنفسه وحابب يساعد ده الأجر والسبب لكن احنا ما بناخدش حاجة احنا ما بناخدش اي مساعدات نوصلها بنفسنا لكن كل اللي بيساعد بيدي المساعدة في ايد الحالة نفسها ناخدش جنيه نحطه في جبنا فيه حالات زي دي كتير بنشوف حالات زي دي فيه ناس وليعوزوا بالله بياخدوا بيستحلوا فلوس الناس اللي عجز الناس المريضة والناس اليتامة لكن الحمد لله اللي بيحب بيساعد بيساعد بنفسه يروح نوصله للحالة لو هو مكانه ومحتاج حد نوصله احنا ناخده انا هاخده بعربيتي ووصله لحد الحالة نفسها كل اللي محتاج يساعد رقم تليفوني على الشاشة يتصل وانا وصله للحالة بنفسه محتاج يبعد حد يسأل قبل ما يساعد يسأل وعرف التفاصيل تمنى من الله ان نقدر نساعد الناس دي هنطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون معنا زملتي رينا جوزيف الى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا واحداث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة